اه لو عندي تصوير اه صراحة ما ما بصومش. قدرتي تتوفي اي حاجة في التلفزيون السنة دي ولا كان الوقت تصعب شوية? لأ لأسف لأ. لأسف لأ. بس بحاول بالله لو رجعت بدري. بدري بالنسبة لي هو ساعة اربعة ونصف صبح خمسة صبح. بتقدري. قبل منام في السرير. اه. وروح مشغلة التلفزيون. اه. قالحق لي اي حاجة في اي حتة كده. ولو روحت في النوم تلاقيين تاني مصصف صحي على التلفزيون لسه شغيل البارف. غادة كنت بتحبيه زي ما انت صغيرة في التلفزيون في رمضان. الفوزير يعني ايه اللي كان مسلا غادة لازم تتفرج عليها صغيرة. كنت فارغة على الفوزير ده اكيد. اه 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 اقول حاجة هم من من الحاجات اسباب الرئيسية اللي خلتني عايزة اه اشتهر. مش امثل. اشتهر. اه 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 اه. في فرق بين امثل واشتهر. اه 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 اميها. اه 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 اولا كان عندي خلص اه موحد في التمثيل. اه 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 احنا طبعا غادة تنورنا كل يوم في رمضان. انتي بتوحشينا وما ينفعش تسيبينك كده. ومستنينك في السنة ما بقى. انا سيبيناك كده دي انا عسير. لا بجد إن أنا سايباكو في مالجة أفاما لا، إصلاحنا ما عندناش بمستلات شاطرين كتير وموّبين وبيقدموا أعمال وبيتعبوا فيها فعشان كده أنا بك ما تسيبناش فعلاً كتير كده إن أنا دمور كبير جداً وبيحبك أوعدك والله العظيم طول ما أنا معي عمل كويس هتلاقييني موجودة أول ما هتلاقييني اختفتها رفعه طول ما ما عيش حاجة عادي لعملها ما جيب منين طب هنتشوفي كوراية في السانيما؟ أنا عندي فيلم في العيد يانا ريس وأنا خايفة منه أول فيلم ده أي غدا اللي اتنزل في العيد؟ فيلم كوميدي كرامتي اسمه إيه؟ فيلم اسمه البقار الأسيع أستاذ أحمد آدم وأستاذ بايومي وناس كتير جداً وأنا خايفة منه صراحة إن أنا من ساعة الحاجة متولي ما عملتش حاجة كوميدي فأول ما دخلت تعليم كنت حاسة أنا ده متقيل فقلت كل بس إنتي لأ ده أنت فكرتيني بجمال الحاجة متولي إنتي كنتي بتوعينا متضحك من فاشت بيخايفة خالص شو بيبقى عدى علي قدية صح؟ ده بقى لي كتير أمر وأنا بطلعني كدية وعيط وصوق صح؟ فأول ما دخلت عليه من قلت أنا بس أنا ققعت هنا غلط أنا إيه اللي خليه مضيت؟ فشوية شوية شوية كده فكت فكت بقى روح أقول لبيومي وأحمد يعني أولا نمي خفيف لطيف وليه آه كويس جداً أنا قلت بس إيه ده؟ يمكن عشان إنتي هنا برضو بتعياتي وبتصواتي فهنتي هنشوفك حلو حلو التنوع ده نحنا في رمضان هنجوب نعاد ونزاوت وفي العيد هناتحك قلت لهم أنا آخر 15 من رمضان وأول أربعة يام في العيد بها يعني يا رب دايما اكتبقى أيامك حلوة وأكتبقى كونها سعد يا رب إحنا دايما أجمعين يا رب نورتينا وشرفتينا وألف ألف مبروك تلت التلاتة عليك وعلينا ومفصيل نحن هنشوفك في رمضان ومسي يا شيرين وكل ساون طيبين والأمر الإسلامية كلها طيبة وكل المصريين الجمال طيبين رمضان كريمة عليكم وعيد سعيد عليكم لأ Pontوسيقى cloud